ما معنى الشهادتين؟ أنت عندما تدخل في الإسلام تقول أشهدوا، ما معنى أشهد؟ الآن هل تشهد أنت أن الشمس طالع الآن؟ نعم، تقول أشهد يعني أقر بقلبي ناطقاً بلساني لكني نعم، ليلة عاملاً بجوارح أصلي، أصوم، هكذا ألا أحد يستحق أن يُعبد إلا الله سبحانه وتعالى أكفر بجميع ما يُعبد من دون الله أثبت العبادة لله وحده لا شريكاً لا إله إلا الله لا إله إلا الله بناء مثل هذا البناء يقوم على عمودين إذاً، قبل أن يكون الإله إلا الله أنه يتكفر بجميع ما يُعبد من دون الله العمود الثاني تثبت العباد لله وحده لا شريك الله كما أننا نشهد أن لا أحد يستحق أن يُعبد إلا الله لابد أن نشهد نعم نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لا يُعبد ورسول لا يُكذب عليه الصلاة والسلام لابد أن نضيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به ونبتعي كل البعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم